بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف العنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالموضوع الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم هو محبة الله تعالى للعبد متى تكون وما هي أسبابها وما هي ثمراتها من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن هداهم للإسلام وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن نعم الله جل وعلا على بعض عباده أن يرزقهم محبته ويختارهم لأن يصطفيهم من بين سائر العباد فكان إبراهيم ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام وهما خليل الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وما هو دون الخلة من المحبة تحصل لبعض العباد من الصالحين كما أخبر الله تعالى بذلك عنه في آيات كثيرة كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك وضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وكما جاء في قوله تعالى إن الله يحب المحسنين وكما جاء في قوله تعالى فإن الله يحب المتقين وسنعرض لتفاصيل هذه المسائل بشكل موجز فصفة المحبة هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى وتكون لائقة بجلاله وعظمته لا تشبه محبة المخلوق للمخلوق وإنما هي محبة لائقة بجلاله وعظمته كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإن كان بعض الفرق قد أنكرت هذه الصفة فهذا دليل على ضعف عقولهم وعلى قصور إدراكهم وهي كيفيتها لا يعلمها إلا الله ولكن المؤمن يجب عليها أن يؤمن بما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات ومنها محبته لبعض عباده وأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى جميع الأسماء والصفات ولا يعبثون بها لا يؤولون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يكيفون وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبت محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له كقوله تعالى ليس كمثله كقوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله تعالى يحبهم ويحبون وقوله جل وعلا أحب إليكم من الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها أجمعوا على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل هو أصل دين الخليل إبراهيم إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يقول الإمام بن القيم رحمه الله جميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده قال الإمام الغزالي رحمه الله وقد ذكرنا أن محبة الله لعبده حقيقة وليست بمجاز إذ المحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى الشيء الموافق وأما حب الله تعالى للعبد فلا يمكن أن يكون بهذا المعنى أصلا بل الأسامي كلها إذا أطلقت على الله تعالى وعلى غيره لم تنطلق من عليهما بمعنى واحد أصلا أي أن الله تعالى له الكمال في ذاته وصفاته وأسمائه وليس كخلقه فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد جاءت الأدلة التي أشرنا لبعض منها في كتاب الله تعالى على إثبات محبة الله تعالى لعباده المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين وسنعرض لشيء منها وجاء من السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولإن استعادني لأعذنه الحديث وجاء عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجولا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجو فقال أين علي رضي الله عنه فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم فهذا يدل على محبة الله تعالى لعلي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه كان يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فينبغي للإنسان أن يسلك المسالك التي توصل إلى أن يحبه الله ليحصل على النتيجة وهي أن يوفقه في كل عمل من الأعمال الأعمال الموصلة لكسب محبة الله عز وجل ورد في الكتاب والسنة عدة أعمال يحبها الله جل وعلا سنذكرها بإجمال أو نذكر بعضها بإجمال منها الإحسان ومنها التوبة ومنها الطهارة ومنها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها التقوى ومنها الصبر ومنها التوكل ومنها العدل أو القصد ومنها القتال في سبيل الله ومنها التقرب إلى الله بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض ومنها الحب والتزاور في الله بين الإخوة والمعارف ومنها الرفق ومنها ذكر الله جل وعلا ومنها التعمل في أسماء الله الحسن وصفاته العلا ومنها الصلاة في أول وقتها ومنها الحلم والأناه ومنها العفو والصفح ومنها الجمال والزينة ومنها دوام الطاعة وإنقلت ومنها الثناء على الله هذه حوالي عشرين خصلة من الخصال وهناك غيرها كثير كلها من الأسباب التي يكتسب بها الإنسان على محبة الله تعالى له سنذكر ما تيسر منها بشيء من التفصيل الموجز المسألة الأولى الإحسان الله جل وعلا يقول وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فالله تعالى أخبر في هذه الآية أنه يحب المحسنين والإحسان هو خصلة محمودة وبها يكتسب الإنسان على حب الخلق وحب الله تعالى له وهي يتعدى في الغالب نفعها يقول ابن عاشور رحمه الله إن الله يحب المحسنين هذا تذيل للترغيب في الإحسان لأن محبة الله تعالى عبده غاية ما يطربه الناس إذ محبة الله للعبد سبب الصلاح والخير دنيا وأخرى وهناك كلام جميل للشيخ الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يقول لما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من الإحسان أمر بالإحسان عموما فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشيء دون شيء فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك ويدخل في ذلك الإحسان بالعمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ظالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله تعالى به ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم للذين أحسن الحسن وزيادة فالإحسان لا يقتصر في معاملة العبد لغيره من الناس بل يدخل في ذلك حتى التعامل مع الحيوان وجميع المخلوقات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا دبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحته أو أضحيته أو نحو ذلك ينبغي أن يحسن في طريقة الذبح فلا يؤذي الذبيحة ويعذبها وهو بهذا يؤجر بينما يأثم إذا أساء الطريقة في الذبح وقد ذكر كثير من العلماء مسألة مهمة وهي عقوبة من يسيء حتى إلى المخلوقات الأخرى كالهرة قد قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فدخلت بسبب إذائها وعدم إحسانها إليها دخلت النار بينما هناك امرأة دخلت الجنة بسبب أنها سقت كلبا كان يدور حول البئر فنزلت ووضعت في موقها أو في حذائها أو في جزمتها وضعت ماء أخرجت به من البئر وسقته فالله تعالى سقاها وغفر لها قال عليه الصلاة والسلام بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من البغايا من بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به وهذا إحسان لحيوان بتلك المنزلة ومع هذا فإن الله تعالى غفر لها ذنوبها وبغيها بسبب هذا الإحسان والإحسان يكون في عبادة الخالق وهو أن الإنسان يجد في القيام بحقوق الله على الوجه المطلوب ولا يقصر في أداء العبادات المطلوبة منه ولا يخل بشيء منها وقد يكون الإحسان في حقوق المخلوقين ببدل المعروف والخير لهم أيا كان نوعه فكل هذه الأمور تكون سببا في محبة الله تعالى للعبد المسألة الثانية هي التوبة والطهارة التوبة تدل على الرجوع ومعناها الرجوع عن المعاصي إلى الطاعات والتواب هو كثير التوبة والله تعالى يقول يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالله تعالى يحب التوابين والتواب هو كثير التوبة كل ما وقع منه زلة سارعا ليتوب إلى الله جل وعلا فلا يسوف ولا يؤخر وإنما يتوب من قريب فيكون تاركا لجميع ما يلحق به من الذنوب والخطايا فلا تتراكم عليه الذنوب والخطايا والتوابون هم الحرصون على التوبة من ذنوبهم على الدوام ومنزلة التوبة هي أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارق وعبد السارك لا يزال فيه حتى الممات دائما إذا وقع منه زلة يسارع للتوبة فإذا فاجأه الأجل يكون متهيئا لم يبقى عليه خطيئة وحاجة الإنسان لها دائما في كل وقت وحين حاجة ضرورية ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل باب التوبة مفتوحا ليتوب العباد من ذنوبهم صباحا ومساء وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وقد جعت النصوص تحث على التوبة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا فالإنسان يحرص على أن يبادر إلى التوبة فلا يؤخرها ولا يقصر في شيء منها بحال من الأحوال ومن الأمور التي تكون سببا لمحبة الله تعالى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أمر حتم ولازم وهو جزء من الركن الأول لأركان الإسلام الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم ومبارك عليه لا بد أن يتابعه لأن هذا هو معنى أنك تشهد بأنه رسول تجعله قدوتك والله تبارك وتعالى يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالله بيّن أن الإنسان الذي يريد محبة الله عليه أن يتابع رسوله عليه الصلاة والسلام فيحصل على محبة الله وعلى مغفرة ذنوبه التي وقعت منه وزلاته التي تبدر منه ولهذا يسميها بعض العلماء هذه الآية بأنها آية الامتحان فمن ادعى محبة الله وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس صادقاً فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وثمرة هذه المتابعة هي حب الله جل وعلا لهذا العبد الذي تابع رسوله عليه الصلاة والسلام فليس الشأن أن يقول الإنسان أنا أحب الله أو أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الشأن كل الشأن أن يكون الله عز وجل يحبك أنت وتحصل على هذا الأمر إذا أنك تابعت من أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله هذه الآية هي التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوة مجردة فعلامة محبة الله تعالى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوانه فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه خير الجزاء وغفر له ذنوبه وسثر عليه عيوبه ودين الإسلام مبني على أصلين طاعة الله تعالى ومتابعة رسوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فلا بد أن تخرص في العمل لله ولا بد أن يكون عملك صواباً على وفق فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذاً وتركاً وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا تنبيه وتحذير لما يقع فيه كثير من الناس الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغلون فيه ويبتدعمون في الدين ما ليس منه فهذه دعاوة باطلة والاتباع الحقيقي هو إنما يكون بحسن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام المسألة الرابعة هي التقوى التقوى كلمة تدل على دفع الشيء بغيره والوقاية من ما يحذره وأصل التقوى أن يجعل الإنسان العبد بينه وبين ما يخشاه شيئاً يحول بينه وبينه وعرفها ابن كثير وقال التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات يقول الله تبارك وتعالى بلى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين ويقول جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وفي لفظ إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي فالتقوى ميزان عال ومهم في حياة العبد يزن به تصرفاته وأعماله بأن يسارع إلى فعل الخيرات ويبتعد عن المحرمات فالتقوى هو خير زاد يتزود به العبد في حياته والله جل وعلا يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول بن سعدي رحمه الله الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه هو التقوى هو مستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخرى هو زاد التقوى الذي هو الزاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجمل نعيم دائم ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين فهذا مدح للتقوى أي أن خير الزاد التقوى هذا ثناء وبيان لمنزلة المتقين بل إن الله تبارك وتعالى وصفه في كتابه بأنه لباس للإنسان كما جاء في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير أي خير من اللباس الحسي فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيت وهو جمال القلب وجمال الروح وأما اللباس الظاهر فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان وليس من وراء ذلك نفع وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته التي لا يضره كشفها مع الضرورة يعني أن لباس غير التقوى قد يكون الإنسان ينكشف عنه ويُعذر في هذا لأنه مضطر لعدم وجود ما يلبس لكن التقوى لا بد منها في كل وقت يقول وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة وقد أمر الله تعالى عباده بالتقوى في مواطن عديدة في كتابه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فهذه هي أدلة كلها تنصب على خرص الإنسان وحثه على أن يتقي الله جل وعلا فيجعل بينه وبين الوقوع في عذابه وقاية وذلك من مسارعته للخيرات وبعده عن المحرمات من ثمار التقوى صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب كما جاء في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورا فوزا عظيما ومن ثمرات التقوى تيسير كل عسير كما جاء في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن ثمراتها الرزق الواسع كما جاء في قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ثمارها التفريق بين الحق والباطل وتكفير السيئات كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فهذه من ثمار التقوى فيجب على الإنسان أن لا تفوته هذه والقرار بيده فعليه أن يسارع إلى التقوى ويبتعد عن كل ما يشينه ويؤذيه من الأمور التي يحصر بها الإنسان على محبة الله جل وعلا له الصبر الصبر هو الحبس وكل من حبس شيئا فقد صبره والمراد هنا حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التشويش وقد قال الله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله الصبر ثلاثة أنواع وقاله غيره من قبله صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله الأولان صبر على ما يتعلق بالكسب والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه فصبرك على الطاعة هذا قرارك أنت وصبرك عن المعصية هذا قرارك أنت وأما الصبر على المصائب التي تحصل للإنسان فهي مفاجئة ليس للإنسان كسب فيها ولا اختيار إنما عليه أن يتعامل معها بما يرضي الله جل وعلا بالصبر عليها فيصبر الإنسان على ما يقدره الله وأما الصبر عن الأعمال السيئة أو الصبر على الأعمال الصالحة فهذا يحتاج منه إلى مدافعة وهذا فعله هو أن يحصل أو لا يحصل منه تحصيل هذا الأمر الإمام شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله ذكر مثالا وتفصيلا لمسألة صبر يوسف عليه السلام في الأحوال التي مرت به من أول حال إلى آخر حال يقول كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختيار ولا كسب له فيها لا كسب فيها للعبد ليس للعبد فيها حيلة غير أن يصبر وأما صبره عن المعصية أي مع امرأة العزيز فصبر اختيار ورضاء ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة أو تزيد تقوى معها دواعي الموافقة فإنه كان أيوسف شابا ودعية الشباب إليها قوية وكان عزبا ليس له ما يعوضه أي غير متزوج ويرد شهوته وكان غريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر والمرأة جميلة وذاته منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وهي الداعية لذلك إلى نفسها وهي الحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله يقول وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه فصبر يوسف عليه الصلاة والسلام كان من أشد أنواع الصبر في حال ابتلائه مع امرأة العزيز وهو أكشد من صبره على ما مر قبل ذلك من الامتحانات الكثيرة وكان شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله يقول الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعات أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية وعلى ذلك فيدخل في الصبر الصبر على جميع العبادات القولية والفعلية والقلبية وذلك بأن يصبر عليها قبل أدائها بتصحيح النية من شوائب الرية والسمعة وفي وقتها بأن يتمها ويتقنها أحسن إثقان وبعد أدائها بأن يصبر على عدم إفشائها إلا إن كان في ذلك مصلحة راجحة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء ويشمل أيضا الصبر عن المعاصي وهذا من أشد الإبتلاءات التي قد يبتلى بها العبد يقول تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالإنسان يبتلى بالمعاصي فعليه أن ينتبه ويحفظ نفسه ويصونها عن أن يقع فيها فإن داعية الشرور والآثام كثيرة والشهوات والشبهات وأيضا النوع الثالث وهو الصبر على الامتحانات والمصائب وقد قال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالإنسان يصبر على ما يصيبه من أقدار الله جل وعلا التي تصيب الإنسان في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في مجتمعه فيكون بهذا إذا صبر مثابا على ذلك وقد بشره الله جل وعلا بأن عليه من الله الصلوات والرحمة وله لحق الهداية وقد جاءت نصوص عديدة تحث على الصبر منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقوله جل وعلا واصبر وما صبرك إلا بالله وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا ضراء ولا لشدة ولا لرخاء ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيكي فقالت أصبر وقالت إني أنكشف أو إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهذه آثرة الصبر لما بشرها به النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة العظيمة وهي أنها إذا صبرت فإن لها الجنة لكن عندها مشكلة وهي الحياء خشية أن ينكشف منها شيء عندما تصرع فينكشف شيء من بدنها فيراها الناس على هذه الحال طلبت منه أن يدعو لها أن لا تتكشف فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بذلك أيضا من الأمور التي تكون سببا لمحبة الله تعالى لعبده التوكل على الله وهو الاعتماد على الله جل وعلا صدق الاعتماد اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب المصالح ودفع المظار من أمور الدنيا والآخرة والله تبارك وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غريض القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فقوله جل وعلا إن الله يحب المتوكلين هذا توجيه للأمة كلها بأن تتوكل على الله وتصدق في اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب كل أمر من مصالحهم أو في دفع كل أمر من الأمور التي تسوءهم من أمور الدنيا والآخرة فيكون الإنسان مرتبطا بربه جل وعلا وفي هذا المعنى يقول الإمام المقيم عن منزلة التوكل رحمه الله يقول هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع وأنه ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس فيوجب له اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته وهذا يحصل لأنه توكل على الله الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه وقد جاء في الكتاب والسنة بيان أهمية هذه المنزلة قالت جل وعلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ويقول جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل على الله جل وعلا منزلة رفيعة إذا حصل عليه الإنسان فإنه يسعد بها ويعيش قرير العين مطمئن البال في كل أحواله فيما يتعلق بدينه أو بدنياه في آخرته وعاجد أمره نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمحبه ويرضاه وأن يحسن عاقبتنا في الأمر كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدين وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يكشف ما بهم من ضر وبلاء وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين